أكدت وزارة الداخلية أنه تم اليوم سحب عشرات لوحات المركبات المخالفة في مختلف محافظات الكويت تطبيقاً للمادة 42 من قانون المرور وبدأت الإدارة العامة للمرور رسمياً اليوم بتطبيق هذه المادة بعد قيامها بالأعلان عنها في وسائل الأعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بدأت وزارة الداخلية اليوم تفعيل المادة 42 من قانون المرور والتي تنص على أنه يجوز لمدير عامل إدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة التسوير للمركبة مع لوحاتها أو الاثنين معاً سحباً إدارياً لمدة أقصاها أربعة أشهر وذكرت الإدارة العامة لعلاقات والإعلام الأمني أن تفعيل هذا القانون جاء للحد من ازدياد ظاهرة عرقلة حركة السير من قبل الكثير من المركبات وأوضحت أن الإدارة العامة للمرور قامت بمخالفة المركبات التي تقوم بتعطيل أو إعاقة حركة المرور في جميع الطرقات حيث يتمسح باللوحات المعدنية ووضع ملصق على الزجاج المركبة يوضح مكان مراجعة المخالف لدفع الغرامة واستلام اللوحات المعدنية بعد انتهاء فترة سحبها كذلك شدد على أنه لا يجوز غيادة المركبة نهائياً بدون لوحاتها المعدنية وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى أنه قبل بدء تفعيل هذا القرار قامت بالإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي وستستمر الإدارة بالتوضيح والتنويه لجميع المواطنين والمقيمين بهذا الشأن